وفي الإمارات العربية المتحدة يواصلوا أبناء الجالية المصرية بإعداد كبيرة التوافض على القنصلية المصرية في دبي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة حرصت البعثة الدبلوماسية في دبي على تدليل كافة العقبات أمام الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عمل لجان التصويت في يومها الثالث للمصريين بالخارج خاصة مع رصد طوابير من الناخبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نجهز الجيل الجديد لأنه يكون وطني لبلده وانتماؤه دايما ويشارك في كل المناسبات التي تهم الدولة دي واجب وطني دي بلدنا الموضوع صحيح البسيط بياخد مش هل من دي يعني دي يعني دي يعني دي يعني دي يعني نصف الكتير الموضوع اللي جارك الله بسيطة جدا واحنا لازم نشارك لأن ده دورنا وده حقنا في الدستور أن احنا نشارك لأن صوت في الأول وفي الآخر أمانة ده واجب وطني واجب قومي لازم يلتزموا بيه ولازم كلنا نروح بنهدف إلى دعم بلدنا كمصريين في الخارج بنهدف إلى حدث المصريين في الخارج على المشاركة في جميع الانتخابات أو جميع الاستحققات الدستورية اللي بتكون مطروحة أمامنا كمصريين بنشارك بلدنا في المناسبة الجميلة دي وهي إحنا الحمد لله من بعد الجمهورية الجديدة بنحاول أن احنا نلتزم بالاستحقاق ده حتى أولادي الصغيرين يعني أنا بحاول كل مرة بجيبهم لازم الكل يشارك ده حق يعني وده واجب على الجول على الكمية يعني فإن شاء الله بإذنهم حد شيء يأثر خصوصا للإخوة المغتربين يعني لازم أقف جنب بلدي لو حاجة زي كاف الانتخابات لازم شيء طبيعي أن أكون حاضر يعني